ما هي حدود النظر؟ يعني هناك ناس يتساءلون إذا كان يريد أن يرى مخطوبته وهي عارية الرأس يريد أن يرى شعرها لأنه يحب نوعية خاصة من الشعر ما الحكم؟ الذي يظهر في هذه المسألة نظراً لإطلاق هذا الحديث وقد قلت من جماليات صور الفقه وتنزيلاته وتطبيقاته أنه الفقه إذا فهم الأصول استطاع أن يستنبط المسائل فهنا الإطلاق الذي في الحديث لم يحدد ذلك لكن نجد أن الفقهاء قد حددوا أشياء معينة ما السر؟ ما السر وراء هذا التحديد؟ السر وراء هذا التحديد أن قوله عليه الصلاة والسلام ما يدعوك إلى نكاحها يعني فانظر إلى ما يدعو إلى النكاح لو سألنا أنفسنا ما هي الأمور التي تدعو إلى النكاح لا حصر لها لأن الأمور التي تدعو إلى النكاح أو أمور كثيرة فلذلك بعض الناس يحب الشعر بعضهم الوجه بعضهم البيض بعضهم الطول بعضهم القد بعضهم إلخ حتى يمكن أن يقال من دواع النكاح العورة فلذلك هذا اللازم باطل فوجب أن ينظر في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يدعوك إلى نكاحها أو ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل نظرنا إلى واقع التنزيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكان النظر في عصره عليه الصلاة والسلام كان النظر راجعا إلى الوجه وإلى الكفين وقد يكون إلى أطراف القدم لأن هذا كان الوضع الموجود والسائد ولذلك انطلق الفقيهان الكبير المالك والشافع من هذا المنطرة فقال يرى الوجه والكفين لأن أكثر ما يدعوه إلى النكاح والوجه ولو كانت طويلة أو قدها جميل أو 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 وهي ليست بجميلة الوجه بل هي قبيحة الوجه فإنه ليس من دواعي نكاحها إلا على وجه الندرة ووجه القلة ووجه كذا فهذا أمر آخر وكذلك ما يسمى بالعموم المراد به الخصوص فقول النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يدعوه إلى نكاحها يعني إلى الوجه والكفين فهذا من العام أريد به الخاص فهذا الفقيهان الجليلان الإمامان الشافعي ومالك أسقط قوله عليه الصلاة والسلام عن الواقع فقال الواقع في عصرهم هو أن ما يدعوه إلى النكاح هو الوجه والكفان أما أحمد فوسع قليلا فقال لا بل ما يظهر أثناء المهنة كأطراف الشعر العنق يمكن الأطراف السواعد الأخراص أو الأقراط فهذا يمكن لأن الأعراف جرت على ذلك وهذا كذاك من دواعي النكاح وزاد أبو حنيفة فقط القدم فكل كألام الفقهاء سلفا وخلفا تدور حول هذه الأمور شد بن حزم علي رحمة الله تعالى فحملها على العموم جمودا على ظاهريته وهو على جمال فقهه وجلال قدره ودقة نظره وصولته العظيمة في الفقه وفي الأصول وفي الفنون الكثيرة لكنه أحيانا يأتي بجمودات شديدة الجمود فقاله ناجز النظر لما عدى الفرجين فلو فتحنا هذا الباب لقال قائل كذلك ما هو الذي استثنى استثنى الفرجان لأنه حتى البدن محرم إذا كان دليل كأن النبي يقول إصرف بصرك أو أن الله يقول يغضوا من أبصارهم فهذا واقع على جميع البدن ولا يستثنى إلا ما استثناه الشرع وهو ما يدعو إلى النكاح وما يدعو إلى النكاح قد يكون كذلك النظر إلى المحل الوطن فهذا مذهب باطل لذلك نقول هو الوجه والكفان وما أمكن مما يظهر أثناء الخدمة أو مما جرت به الأعراف فقط من طرف الشعر ونحن ترجمة نانسي قنقر